بنا يا كرمك كابتن ياسر ونروح بقى الاحتفالية الاثناشر للنادي الاهلي قبل ما اروح للاحتفالية الاثناشر انبالح مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند شفتها ازاي؟ مباراة صعبة مباراة نهاية دي طبعا وفيه فرقة دايما هي عارفة بتعمل ايه؟ يعني انا بشبه النادي الاهلي وريال مدريد دول فرقة بطولات بيعرفوا يكسبوا امتى؟ يعني انا كنت بتفرج مع صديق ليا فبروسيا دورتم كتشوط لانا انا نمشيك بشكل كويس دا يعجوان كتير دا يعجوان كتير اوي وهو بيشجع المانيا بما هو معاجن سيا المانيا فانا اعمل اقول لي وانت كنت بتشجع المانيا او لا ريال اه لا انا بصراح بحب ريال مدريد اه اه فقولت له لأ ريال هتكسب بيقول لي ازاي؟ قلت له هتكسب هم فرقة بطولات ام البطولات بتجري في دمهم ام نحاول ناخد البطولات لان النادي الاهلي قرب مننا اه فدي كلمة كبيرة جدا اه انت انت تتكلم على فرقة عالمية يعني ما تتكلمش برضو النادي الاهلي مش بقاتي النادي الاهلي بيقارن بريال مدريد بريال مدريد دا حاجة دا فخر لكل المصريين مش بس للنادي الاهلي يعني صحيح حاجة محترمة يعني فهو بصراحة الماتش طبعا زي ما قلت له لكابت الاسلام في فرقة بطولة ام النادي الاهلي او ريال مدريد الفرقة اللي هي متمرسة في النهائيات وتعرف ازاي تغطف البطولة يبقى صعب على المباراة على الفرقة التانية ولكن اوجه شبه كبيرة جدا ما بين ريال مدريد والنادي الاهلي حتى زي ما بقول في بداية كلامنا وانا بتكلم تكلم تقول لي انشيلوتي مثلا هو بيتكلم بعد المباراة ان الناس بتطلبوا بالستاشر هنا كولر بعد نهاية المباراة الناس قال كده مع الزميل ابراهيم فاقل كده قال ان انا الناس كدت طالبني بالتلاتاشر عقلية واحدة وهي عقلية الفوز يا ياسر هي عقلية الاحترافية ان انت اصلا فريق بطل متعود انك تخش يعني انت النادي الاهلي النهاردة شوف كم بطولة هيخش فعل في الموسم الجديد هتلاقي ست سبع تمن بطولات انت مطالب في كل بطولة انك تفوز فيه تفوز في كل ده ها فده برضو ضغط عصبي وفني وبدني على الجهاز اللي موجود وعلى اقدارة النادي وعلى كل المنظومة داخل النادي الاهلي فدي حاجة طبعا صعبة وتبقى صعبة جدا على المدرب ان هو عارف ان هو لما هيخلص من البطولة دي نسينا البطولة دي اللي بعده فين اللي بعده هتعمل ايه في اللي بعده هيا دي هو ده تفكير جمهور النادي الاهلي هو ده تفكير لعبة النادي الاهلي هو ده تفكير مجلس ادارة النادي الاهلي سقفت البطل سقفت البطل انت هتدور على اللي بعده إنت هايستعمل إنجازات الإنجازات مش هتفضل عن دي رقم 12 لا هتوقف عن الثلاثتاش ولا الاربعتاش طول ما أنت متعود على البطولة خلاص الدنيا مفتوحة قدامك السكة مفتوحة قدامك بعد ما هتاخد العشرين إن شاء الله يعني هتلاقي الناس بتسألك على الواحد وعشرين الواحد وعشرين وهكذا هو ده بالمناسبة الفارق الكبير جدا جدا وده دايما اللي أنا بقوله ما بين النادي الأهلي وما بين أي حد تاني وأنا هنا ما بعبش لا بالعكس ده حقيقة ده حقيقة يعني معظم الناس بتتكلم في كده سواء جمهور أهل جمهور زمال الجمهور إسماعيل أي جمهور بيتفرق على الكورة لا هو واضح ده حاجة ملموسة كابتن سلام مش حاجة مثلا أنت بتسمعها وخلقها لا ده حاجة ملموسة أنت حاجة بتسمعها وبتشوفها بعنيك فتبقى راجل يعني مع سوري يعني تبقى أقول لك أنت أعمل أنك مش شاف اللي بيحصل اللي بيحصل لا أنت ندل أهل في حتة تانية خالص